التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تعد من أكثر الدول جفافا في العالم وتعتمد على نهر النيل بشكل شبه حصري وخلال كلمته أمام الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه أكد الرئيس السيسي أن في ضوء هذه النضرة المائية الفريدة من نوعها فإن موارد مصر المائية صارت تعجز عن تلبية احتياجات سكانها على الرغم من اتباع سياسة لترشيد الاستهلاك وأوضح الرئيس السيسي أن مصر تتبنى مقاربة شاملة بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث حل لمشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الأزمة التي أثيرت مؤخرا بشأن نقص الأعلاف تأتي نتاجا للتدعيات السلبية للأزمة العالمية والتي طالت العديد من السلع والمنتجات الأخرى وأوضح مدبولي أن الدولة تتحرك لتقليل حدة تلك التدعيات السلبية مشددا على استمرار الحكومة في العمل وفقا للتوجيهات الرئاسية على دفع جميع الصناعات وأشار مدبولي إلى أنه يتم التنصيق مع البنك المركزي لسرعة الإفراج عن أكبر قدر ممكن من الأعلاف من أجل دعم صناعة الدواجن أكد العهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيزة أن المملكة تعمل جاهدة على دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية بوصف البترول عنصرا مهما في دعم نمو الاقتصاد العالمية وأوضح الملك سلمان في خطاب أمام مجلس الشورى السعودية أن دعم استقرار وتوازن أسواق النفط يتجلى في دور المملكة المحوري في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبت بلس نتيجة مبادراتها لتسريع استقرار الأسواق واستدامة إمداداتها وكذلك حرص المملكة على تنمية وإثثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها وحول الوضع في اليمن دعا العاهل السعودي لبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته تظاهر عشرات الألاف في باريس ضد غلاء المعيشة ونظمت المسيرة بدعم من جمعيات والتحادات النقابية احتجاجا على غلاء المعيشة على خلفية نقص المحروقات يأتي هدف الوقت الذي دعت فيه العديد من النقابات إلى إضراب عام يبدأ غدا أثلاثا خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة ومن جانبها حضرت رئيسة الوزراء الفرنسية إلى ذابيث بورن عمال قطاع النفط المدربين من أن الحكومة قد تستخدم وجددا صلاحيات التي تتيح لها بإكبارهم على العودة إلى العمل لتخيف شح الوقود النجم عن تحركهم قال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ إن عددا كبيرا من المستشفيات قد يتم اغلقه في البلاد بسبب ارتفاع التضخم وأزمة الطاقة وقال لوترباخ إنه سينقش غدا ثلاثاء مع وزير مالية كريستيان لندنر حجم وإجراءات تنفيذ المساعدة للمستشفيات مشيرا إلى أن الحديث لا يدور حول إنشاء صندوق خاص لكل قطاع أعلنت الرئاسة الأوكرانية تعرض العاصمة كييف لهجامات بواسطة طائرات مصيرة انتحارية وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك إن سلسلة انفجارات هزت وسط العاصمة ومن جانبه قال حاكم منطقة دينينبور بيتروفاسك إن حريقا هائلا شب في منشأة أو منشأة للطاقة في المنطقة بعد إصابتها بصاروخ مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية دمرت ثلاثة صواريخ معاعدية أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا وصل جنود روس إلى بيلاروسيا وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن القرار اتخذ وينفذ فقط من أجل تعزيز الحماية والدفاع عن حدود الدولتين نتيجة النشاط الجاري في المناطق الحدودية ختام مجزء التاسع فاصل عرض لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يومصر